كشف محامي النخبة الوطنية الأسبق وحيد حالي لوزيتش في تصريحات اليوم نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن الاسوشييتد بريس أن المدربة البوسني سيرفع رسميا دعوة قضاية ضد الاتحاد الياباني لكرة القدم ورئيسه يوم الخميس المقبل بمحكمة توكيو مضيفا بأن حالي لوزيتش يطالب بتعويض واحد يان ياباني بعد إقالته من تدريب منتخب الساموراي قبل المونديال وضاف المحامي أن موكله يشعر بالخيانة وسيدافع عن شرفه